ومع إشارة المخرج شرب العبود امتابعي معكم اللقاء المحطة هلأ مع الأبراج الحمل صباح الخير اليوم بصحة القول الحمل يسارع من أجل البقاء من أجل الاستمرار حيول اليوم وبدو يحاول يكب ورى ظهره كل الخبرية السيئة ويحاول يكفيها النهار هلأ كيف بلت هي أحسن على كل إن احنا منحييك ومنحيي شجيعتك ثور بلش يلملم أموره بلش يوضع النقاط على الحروف وبلش يستعيد من أول وجديد إن كان حركته أو ديناميكيته أو الاهتمام بصحته والاهتمام بصحت الآخرين بقدر إليك هلنهار إليك فحيول تستفيد منه يا صديقنا الثور الجوزاء علقاء بقوسين من تحقيق نصر ولكن هالنصر منه إيني يعني مش هلأ الجوزاء بدو بلش يحقق أمورك نعم بيشتغل عبره وضمنه في تحقيق إشياء صغيرة ولكن الشوي شوي ليس في القريب العاجل فتحلى بالصبر يا صديقنا الجوزاء نصل إلى السرطان ما حدا بيعرف أدي السرطان عنده حنية من شو وأدي قلبه كبير وفعلا بساع ألف محب اليوم من بين الأيام ياللي ما بتفرض حالك على الآخرين ولكن بتحب تاخده طاعتي مع الآخرين أكتر يمكن بيتيليفون يمكن بيكلام حلو على الواتس آب يمكن بيأخده عطا ولكن اليوم أنت اجتماعي إلى أقصى الدرجات إلى الأسد اليوم الأسد على غير عاته واعي هيكي مش بس بثقة بالنفس عنده ثقة بالنفس دايما بس بيديناميكية وبيحيوية وعن بيفرض نفسه ولكن بدون تسلط وهيدي شغلة كثير مهمة أنه الشخص يفرض شخصيته ويكون عنده ثقة بالنفس ولكن بدون تسلط فبرافو عليك العذراء الشراقة وأمل إلى البعيد إلى المستقبل منه عم بيخاف من كلام الناس ما عم بيفكر بالمجهول ما عم بيفكر بالأمور يلي صارت معه بالماضي وما كانت بالحسمين هو ابن اليوم عم بيفكر باليوم وإذا بدنا نقول بين الأبراج 12 اليوم الأكثر حظاً بيكون الانتقاء عليك يا صديقنا فحاول تستمتع بكل لحظات هنهار حتى لو كنت باللوكداون حاول هيكي تخلق أمور حلوة بتسليك لأنك أنت اليوم مقضاوي من برا ومن جوع إلى الميزان المعطيات حلوة كرمك فائد أخلاقك جيدة عم بتحاول اليوم تساعد إنسان ربما طلب المساعدة وكأنك أنت مجنة حالك اليوم للمساعدة وأنك توقف حد الناس يلي فعلاً بيحبوك وبيهتموا لألك أصلاً مش بعيدة عنك يا عزيزنا الميزان دايماً أنت بتتحلى بالمحبة وبالمساعدة العقرب زعلين ومنطوي ويمكن إذا بدل أقول الأمور مثل ما هي يقسين شوي لأنه كل الإشياء اللي كان عم بيشتغلها على قدم وساق وصلت إلى طريق مسدود وهيدا الإشياء اللي كان عم بيحلم فيها لبعيد تحس إنه هون النهاية هيدا شي كتير بعزبك وكتير بيخليك صريع أفكار وأفكار على كل النهار بيمرو بانتظار بكرة القوس ما أنه هيك عم بيلاقي إذا بدكن هالدائرة الضوء بدائرة الظلام الكبيرة ما عم بيلاقيه يعني حتى اليوم لو حدا كان عم بيحكيه بتفاقل حدا عم بيقله يمكن نحن اللي عم نعيشه موجه وبتمره يمكن هالأيام الصعبة بدو يجي أحسن ما بيقبل ولا بيهمه اللي عم بيسمعه لأنه وكأنه تعن بالصميم وهيدا شغلة بتأثر فيه كتير الجدي اليوم خليني أقول أنت القائد ضمن محيطك ما معقول حدا يستلم قيادة مثلك لأنه أنت الحكيم وأنت الصبور وأنت العارف اليوم كيف بدك تلملم الأمور كيف بدك تزبطها رويدا رويدا وصولا لهدف أنت عم تسعى له ولكن اليوم حذارة تزلف شغلة كتير مهمة اليوم بتاعت قدر الإمكان عن التزلف وتابع بمسيرتك الدلو ما كتير اليوم رح تشوفوه الدلو الضاوي يعني مش هيدا الدلو اللي تعودتوا عليه ضيما نضاوي وعنده ديناميكية وهالديناميكية بتفوح من وجه لا اليوم هيك بتحسوه كأنه عم بيرجع يعيد حساباته منه على بعضه مش مرتح لكل المعطيات ولكن رح يتابع بها النهار مثل العادي وإلى الحوت الاهتمام بالصحة والصحة وثم الصحة هيدا نصيحتنا للحوت ما تكون غير مبالي ما تكون متلاشي ما تكون أنه آي كل شي بعمله وبعضينا صحتي بالمرتبة التانية لا صحتك لازم تكون بالمرتبة الأولى لأن الأهم وبعضينا بتجي كل الأمور الأخرى من بعد ما أخذنا فكرة عن أبراجكم 12 حان الموعد لنتعرف شوي على مولود اليوم ولكن قبل ما نحكي شوي عن مولود اليوم اسمحوا لي وجه تحيط معايدة كتير كتير كبيرة لأخت ولصديقة ولشخص بيجمعني معه عن جد صداقة عميقة جدا سيمون باخوس ميك أب آرتست يلي أنا دايما بسميها أسمي ساعة سمسم ساعة سيمون ساعة سيمون كله سيمون بترد عليه ما عنده مشكلة يلي بتتمتع بقلب طيب بيروح مرحة وهي فعلا أخت بكل ما أوتي للكلمة من معاني سيمون بحب فيك كتير عفويتك وبحب فيك كتير صدقك وبحب فيك كتير أنه منك إنسان معقد فأنا بدي أتمنى لك هالعيد يكون عليك خمس أعياد يا رب بعرف نحنا هلأ باللوكداون كنا كل سنة نظهر ونعملك بيرزدي السنة ما فينا نعملك بيرزدي بس هي بتبقى بالقلب بدي أقول لك هابي بيرزدي عقب المية السنة يخلي لك ليا وروول وشوئي وإن شاء الله تضلي مزيني بيتك ومزيني الأوتيفي مولود اليوم غير مباشر وشاعري بتأثيره على الآخرين كتير بيهتم للطبيعة للبحر بتأثره كافة مظاهر الجميلة المادية والروحية عاطفي الحب بيخليه لاهب المشاعر إنسان ضيفي بيكره الروتين بيحب كتير يروحه يجي من إيجابياته مثابر من ثلبياته أحيانا سائر زيادة عن الزوم وهالسنة سنة الصبر للوصول تحياتنا لكل مواليد اليوم الأسم هو رهف رهف يعود إلى أصول عربية وبيعني من هي لطيفة ومن هي دقيقة وكمان له معنى الخيمة البعيدة وحدود السيف القاطع كيف شخصيتها لرهف؟ رهف لطيفة مهضومة قريبة من القلب بتحاول تسعد كل الموجودين من حوله عنده حس الفوكيها دايما ديناميكية ودايما حركة ودايما بتلاقي شي تعمله وشي هيك تخلق منه أمور حلوة رهف طموحة كبيرة بتسعى دايما أن تحقق كل طموحاتها إيجابية ولكن دايما كلمة مدجج بالحجج والبراهين بتتعلم من خبرات الحياة وبتعرف تختار الإنسان المناسب بالوقت المناسب تحياتنا لكل رهف عم بتتبعنا هيدا كل شي أصدقائنا ضمن برج اليوم أنا بقي معكم إذا ألا راد لتمام الساعة 11.30 خليكم معنا